بعض من المسلمين إخوان يصلي وليس له صلاة ما يحسن الصلاة بعض من الناس يقرأ القرآن ولا يفهم القرآن بل إن بعضهم للأسف الشيطان يلعب به الشيطان إخوان الشيطان يورث العجلة دائما يريد منك أن تستعجر في صلاتك وفي كلامك حتى في التسبيح سبحان الله والحمد لله كثير من الناس يقول هكذا سبحان الله ولا يفهم معناه مع أنها يا أخوان عبادة عظيمة عبادة عظيمة يقول سبحان الله ما معنى سبحان الله يسأل نفسه ما معنى سبحان الله أنزه الله عن المثيل والشبيه والنقص في كماله أنقص في صفاته أنزه الله ما معنى الحمد لله أحمده على كماله كمال صفاته سبحانه وتعالى كمال أفعاله كمال أسماءه فهي عبادة عظيمة سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده الشيطان الشيطان يقول غلبت الناس بكثرة الأخطأ وغلبوني بالاستغفار ولا إله إلا الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا البرنامج الذي نعيشه يوميا طول حياتنا في الليل والنهار أعطاك الرسول برنامج تسير عليه ما هو؟ اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت يعني حافظ على أوامر الله واجتنب نواهيه في أي مكان في البر في البحر في السماء في الجو حافظ على أوامر الله واجتنب نواهيه نهاك الله سبحانه وتعالى عن كذا اجتنبه أمرك بكذا اعمله اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها إذا أخطأت يوما من الأيام استغفر الله وتوب إليه ربنا يمح عنك هذه السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا برنامج يومي يسير عليه المسلم اشتركوا في القناة